أخ سائل بيقول أخت سائل عفوا بتقول زوجها أفطر 18 يوم في رمضان منذ عدة سنوات وكان متعمد وكان بصحة كويسة ولم يعوض هذا 18 يوم دول لا بصيام ولا بإنفاق حتى لما يعني طوال سنوات عمره يعني الآن هو توفاه الله منذ فترة قصيرة السؤال للأخت السائلة هل تنفع هي تصوم عنه 18 يوم دول أم لا الله أسأل الإنسان المسلم إذا ما لم يتمكن من الصوم لسبب من الأسباب لمرض لعضل شرعي لصفر لأي شيء وأفطر عدة أيام أي أن كانت الأيام قليلة أم كثيرة هذه في رقبته معلقة في رقبته لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر طيب مات الآن ونحن نتذكر أن هذا الميت عليه دين الصوم حقوق الله في الديون لابد أن تسدد ولذلك حينما لقي النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وكانت تريد أن تحج عن أبيها قالت لا أحد قال نعم أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضية قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء الناس بتنتبه لديون العباد صح مهم لأن مبنية على المشاح وحقوق الله مبنية على المسامحة طيب في حق لله هنا عليه الصيام يبقى أمامنا عدة حالات إما أن نطعم عنه 18 يوم نطعم 18 مسكين أو مسكين نديره فلوس 18 يوم كان واجبة من أوسط ما تطعمون منه أهليكم إذن الحال الأول الإيه الإطعام لا ما معناش يجوز أن تصوموا عنهم نصوم عنه أولياءه لما يارثوه عنه هذه 18 سواء أنا صومهم كبنته أو أنا أبيت إخوانه كل واحد نسوم كل واحد ست أيام كل واحد أيام معينة المهم أن إحنا لنا أو علينا أن نقضي أدينا الأب في هذه الحالة أيها الأب في هذه الحالة